السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفيديو هو تكملة لشرح الضمائر المنفظلة طبعا توقفنا عند ضمائر المخاطب عند جملة رقية وأم كلثوم من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم وهما زوجتها عثمان بن عفان رضي الله عنه طبعا بالنسبة لهذه الجملة قمنا باستخدام الضمير هما طبعا في البداية هما هو من ضمائر الغائب فإحنا هنا بنتحدث عن رقية وأم كلثوم فهون نعتبرهم هنا غائبتان غير موجودتين أمامي فلهذا استخدمنا ضمير الغائب طبعا لماذا استخدمنا هما هما لأنه هنا أنا بتحدث عن إثنتين أنا بتحدث عن إثنتين يعني مثنى تمام ومثنى وإيش بيكون عندي رقية وأم كلثوم عبارة عن مؤنث فأنا هما باستخدمها أصلا للمثنى سواء كان مذكر أو مؤنث لذلك استخدمنا الضمير هما إذن لذلك استخدمنا الضمير هما أما بالنسبة للجملة التي تليها وهي زيد وجعفر وعبد الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قادة معركة مؤتة طبعا بالنسبة لهذه الجملة استخدمنا الضمير هم استخدمنا باستخدام الضمير هم طبعا استخدمنا هنا ضمير الغائب لأنه أنا بتحدث عن زيد وجعفر وعبد الله من صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا بتحدث عنهم فهم يعني غير موجودين أمامي تمام هم غائبون غير موجودين أمامي لذلك استخدمت ضمير الغائب طبعا لماذا استخدمنا ضميرهم طبعا لأنه أنا بتحدث عن جعفر وزيد وعبد الله فأنا بس بتحدث هون عن جمع كما نعلم أن الجمع هو عبارة عن ثلاثة فأكثر أو أكثر من اثنين كما نعلم أن المفرد بدلني على واحد أما المثنى يدل على اثنين أما بالنسبة للجمع فهو يدل على ثلاثة فأكثر أو يدل على ثلاثة فأكثر أو ممكن أن نقول أنه يدل على أكثر من اثنين فعندما تحدثنا عن زيد وجعفر وعبد الله فأنا هون بتحدث عن أكثر من اثنين أو عن ثلاثة هنا نتحدث فهون عندي عبارة عن جمع لهيك جمع وذكور جمع وذكور يعني زيد مذكر وجعفر وعبد الله أيضا فهون بتحدث عن جمع ذكور وهم عندي هون غائبون لذلك استخدمنا الضمير هوم لذلك استخدمنا الضمير هوم أما بالنسبة للجملة الأخيرة وهي سهام وسائدة وإلهام أخواتي وهنا فتيات نشيطات طبعا هنا استخدمنا الضمير الغائب وهنا لأني بتحدث هون عن سهام وسائدة وإلهام لأنه هون بتحدث عن غائب بتحدث عن غائب أنا بتحدث هون عن سهام وسائدة وإلهام أخواتي بتحدث عنهم وهم شمالهم من اسمه غائب يعني غير موجود أمامي غائب غير موجود غير موجودات أمامي لهيك استخدمنا ضمير غائب وأيضا لماذا استخدمنا الضمير هن باللاحظ أنه سهام وسائدة وإلهام عبارة عن جمع لأنهم أكثر من إثنتين أو هون عندي ثلاثة فمعناته أنا هون بتحدث عن جمع إذن إحنا هون بنتحدث عن جمع طبعا ولنش استخدمنا هون لأنه أنا هون بتحدث عن جمع وإناث يعني سهام مؤنث وسائدة مؤنث وإلهام مؤنث فأنا هون بتحدث أو نحن نتحدث هون عن جمع إناث لذلك استخدمنا هون لأنه هون باستخدمها للغائبات لا الجمع المؤنث نستخدمها لا الجمع المؤنث هاي بالنسبة لا الأمثلة على ضمائر الغائب كما قلنا إنه الضمير كلمة تدلع اسم ظاهر وتحل محله كما قلنا إنه الضمير هو بحل محل الاسم الظاهر إذن الضمير كما شرحت سابقا إنه هو بحل محل اسم الظاهر يعني أنا بحطه مكان اسم أو بحطه مثلا مكان أسماء هاي بالنسبة لا الضمير أما بالنسبة لضمائر المخاطب ضمائر المخاطب اللي هي عندي أنت تمام؟ عندي أنت وعنا أنت وأنتنا وأنتما وأنتم طبعا بالنسبة لضمائر المخاطب من اسمها مخاطب فأنا بخاطب شخص موجود أمامي أو حاضر أمامي إذن من اسمها ضمائر المخاطب فأنا هون بدي أخاطب شخص مثلا او بدي اخاطب اشخاص تمام هذا الشخص بيكون هون عندي حاضر طيب اما بالنسبة للغائب فانا بدي اتحدث عن شخص او مجموعة اشخاص ما لهم هدو رح يكونوا غائبون غير موجودين امامي عن شخص غائب تمام من اسمه غائب بدي اتحدث عن شخص غائب اما بالنسبة لا المخاطب فبدي اتحدث عن شخص حاضر شخص عنا بدي اخاطب شخص حاضر او موجود طبعا ضمائر المخاطب أول إشي عنا أنت أنت لما بدي أخاطب واحد يعني مفرد مذكر إذن أنت بستخدمها إذا بدي أخاطب أخاطب يعني مفرد يعني واحد مذكر يعني ذكر أما بالنسبة لا أنت بستخدمها إذا بدي أقوم بمخاطبة مفردة يعني واحدة مؤنثة يعني مؤنث أما بالنسبة لا أنتنة أنتنة بستخدمها إذا أردت أني أخاطب مجموعة إناث مجموعة ومؤنث أما بالنسبة لا أنتما فأنا بستخدمها إذا أردت أني أخاطب مثنة يعني اثنان أو اثنتان يعني مثنة يعني رقم اثنين سواء كان مذكر أو مؤنث عادي للمذكر أو للمؤنث بستخدمها المهم إنه بيكون بيدلني على اثنين أو اثنتين أما بالنسبة لا أنتم فأنا بستخدمها لما بدي أخاطب جمع ذكور إذن أو جمع مذكر أنتم بستخدمها إذا أردت إني أخاطب جمع مذكر طبعاً لنرى الأمثلة على ضمائر المخاطب طبعاً عندما نقول أنت طالب مشتهد أنا هون أردت إني أخاطب الطالب فالطالب هو عبارة عن مفرد يعني واحد ومذكر فلذلك استخدمت أنت طيب عندما نقول أنت طالبة مشتهدة طبعاً أنت هي عبارة عن شو أنت أردت هون إني أخاطب الطالبة إذن أنا هون أردت إني أخاطب من الطالبة والطالبة هي عبارة عن مفردة يعني واحدة ومؤنس لهيك استخدمت أنت لذلك استخدمنا أنت عندما نقول أنتما طالباني مشتهداني هنا أردت أني أخاطب الطالبان فالطالبان هون شو عندي إثنان مثنة وأيضاً عندي مذكر لذلك استخدمنا أنتما عندما قولنا في هذه الجملة أنتما طالبتاني مشتهدتاني هون أردت إني أخاطب الطالبتان والطالبتان هي عبارة عن شو عن اثنتان عن اثنتين الطالبتان ايش مالهم عبارة عن اثنتين يعني مثنى ومؤنث فمعناته رح استخدم انتما لانه قلنا سابقا انتما بستخدمها للمثنى المهم انه يدل على اثنين سواء كان مذكر او مؤنث يعني بستخدمها اذا بدي اخاطب اثنين او اثنتين يعني مثنى سواء كان مذكر او مؤنث اما بالنسبة لانتم هون اردت اني اخاطب انتم طلاب مشتهدون اردت اني اخاطب الطلاب اردت اني اخاطب الطلاب فاستخدمت انتم لانه الطلاب هم عبارة عن مجموعة ومجموعة شو ذكور وحنا قلنا سابقا انتم باستخدمها للمخاطب الجمع المذكر أما بالنسبة لأنتنة طالباتهم مشتهدات باللاحظ هنا أن أنتنة أنا هون أردت أني أخاطب مجموعة طالبات أردت هون أني أخاطب مجموعة الطالبات أردنا هون أن نخاطب مجموعة الطالبات فلذلك استخدمنا أنتنة ليش؟ لأن أنتنة أصلا إحنا مستخدمها إذا أردت أني أخاطب مجموعة إناث لاني اردت اني اخاطب مجموعة ايش مؤنت يعني مجموعة اناث لذلك استخدمنا انتنة هذا بالنسبة لا ضمائر رفع المنفصلة كما قلنا انه الضمائر المنفصلة اما تكون ضمائر رفع منفصلة واما تكون ضمائر نصب منفصلة طبعا بالنسبة لضمائر الرفع المنفصلة هي ضمائر المتكلم انا ونحن ضمائر الغائب هو وهي وهو ما وهم وهنا أما ضمائر المخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتنا طبعا كفائدة مذكورة في الكتاب إنه يوجد لدينا ضمائر نصب منفصلة ضمائر نصب منفصلة طبعا لماذا أطلقنا عليها أو سميناها بضمائر النصب لأنها تحل محل اسم منصوب يعني هي بتأتي أو إحنا كمان قلنا سابقا إنه الضمائر هي دائما بتيجي مكان اسم يعني أنا بشيل الاسم وبحط محله ضمير فضمائر الرفع بتيجي محل اسم مرفوع أما بالنسبة لضمائر النصب فهي بتيجي محل اسم منصوب مثلا هي بتكون يعني المفعول به طبعا إحنا ما بندخل بتفاصيل إعراب الضمائر المنفصلة المهم لماذا سميناها ضمائر نصب لأنها بتحل محل اسم منصوب أما لماذا سميت طبعا منفصلة كما قلنا سابقا لأنها ضمائر ظاهرة لا تتصل بغيرها من الكلمات تأتي مستقلة أو منفردة من غير أن تتصل في غيرها من الكلمات طبعا ضمائر النصب المنفصلة مثل طبعا هاي مذكورة في الكتاب كفائدة تركيز الأكبر راح يكون على ضمائر الرفع المنفصلة مثل إياي إياي أنا بستخدمها للمتكلم طبعا إحنا بنخصمها ضمائر متكلم مثل إياي إياي إذا أردت مثلا إني أتحدث طبعا بالنسبة للضمائر النصب المنفصلة دائما كلها تبدأ بإيا تمام إذا مثلا إياي بستخدمها إذا أردت إني أتكلم للمفرد يعني بستخدمها للمتكلم المفرد سواء كان مذكر أو مؤنث إذا إياي بستخدمها للمتكلم المفرد طبعا سواء كان مذكر أو مؤنث بالنسبة لإيانا بستخدمها لطبعا من ضمائر المتكلم يعني بستخدمها لالجمع والمثنى سواء كان مذكر أو مؤنث لالجمع والمثنى سواء كان مذكر أو مؤنث أما بالنسبة لا إياه طبعا إياي وإيانا من ضمائر المتكلم طبعا إياه وإياه بستخدمها لا الغائب بنستخدمها للغائب المفرد المذكر وإياها بنستخدمها للغائب المفرد المؤنس أو المفردة المؤنسة إياهم نستخدمها لغائب من ضمائر الغائب لما يكون عندي جمع مذكر لما يكون عندنا جمع مذكر أما بالنسبة لإياهما نستخدمها لغائب لما يكون عندي مثنى سواء اثنين يعني سواء كان عندي مذكر أو مؤنس وإياهن بنستخدمها لا الغائب أيضا من ضمائر الغائب لما يكون في عندي جمع مؤنس جمع إناث أما بالنسبة لا إياك فهي تعتبر من ضمائر المخاطب إياك من ضمائر ماذا من ضمائر المخاطب إذا أردت إني أخاطب مفرد مذكر إذا أردت إني أخاطب مفرد يعني واحد مذكر إياكي باستخدمها أيضا للمخاطب إذا أردت إني أخاطب مفرد مؤنس وإياكم باستخدمها أيضا للمخاطب إذا أردت إني أخاطب جمع مذكر أما إياكما باستخدمها أيضا للمخاطب لا المثنى يعني سواء كان مذكر أو مؤنس وإيا كنا أيضا باستخدمها لا المخاطب لما بدي أخاطب لا الجمع باستخدمها لا المخاطب طبعا لا الجمع لما يكون عندي جمع مؤنث يعني جمع إناس طبعا بالنسبة لضمائر النصب المنفصلة هي كفائدة رح يكون تركيزنا الأكبر على ضمائر الرفع المنفصلة